استطاع مسلسل بمئة وشت للمخرجة كامل أبو ديكرة بالفعل استطاع جذب الانتباه وأصبح له جمهوره الخاص ينتظره الكثيرون وفي بداية حلقة المسلسل أرجع الجمهور نجاح المسلسل إلى عوامل كثيرة أهمها بعد الكتابة المتميزة لأحمد وائل وعمر الدالي وإخراج كامل أبو ديكرة وهو فريق التمثيل الذي يرأسه أسر ياسين ونيليل كريم ويضم بجانبهم العديد من المواهب الشابة الذي سبق وتعرف إليها الجمهور العربي من خلال أعمال سابقة من بينهم إسلام إبراهيم شريف دسوقي والوجه المتميز الذي أصبحت صاحبته نجمة هذا الصبقي المسلسلي دونيا إجلال ماهر دونيا ماهر ممثلة وكاتبة مصرية تخرجت من قسم الدكور بكلية الفنون الجميلة وأثناء الدراسة التحقت بفرقة الورشة المسرحية وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية ليس فقط كممثلة بل أيضا كمهندسة الدكور بعد التخرج في بعض العروض المسرحية وبعد مشاركتها في العديد من المسرحيات جاءت تجربتها السينمائية الأولى مع أهالة لطف في فيلمها خروج للنهار وتوالت الظهور بعدها في عدد من المسلسلات والأفلاح في خروج للنهار قدمت دنيا شخصية سعد الفتاة الفقيرة التي تعيش مع والدتها وتعمل على رعاية والدها المريد الفيلم واقعي وصريح لدرجة كبيرة يحكي عن بيت لا يختلف كثيرا عن بيوت نراها ونعرفها وحكاية ليست بالغريبة أبدا فيخلف وراءها أطرا باقيا وحقيقيا وبالنظر إلى الفيلم كأول أعمال الدنيا السينمائية فلا يمكن التغافل عن الحديث عن أدائها سعاد الفتاة التي نعلم أننا نعرفها من مكان ما حتى وإن كان هذا المكان يقبع في آخر نقطة في دواخلين وهنا نجد شخصية ملامح مصرية أصيلة فتاة تنتمي للشارع المصري وهو بدوره ينتمي إليها ويصبح جزءا منها بعدما أصبحت بأصالات الشارع ذاته تابعت مسيرتها في التقدم بظهرها عام 2014 مع كاملة أبو ذكرى المخرجة لأول مرة في فيلم سجن النساء بجانب كل من نليل كريم وأحمد توفيق ومحمد فراج حيث قدمت لنا حياة التي تعاني من وسواس قهري من نوع غريب جعلها تقتل أولادها وزوجها خوفا عليهم من الأمراض والأوبئة الذي قد تصيبهم مما ترتب عليها دخولها إلى السجن وكانت شخصية حياة إحدى شخصيات المسلسل التي عرقت في أدهان الكثير من المشاهدين ويمكن القول أنهم ما زالوا يتذكرونها حتى الآن وذلك لأصالاتها الشديدة وقربها من الواقع الذي جعل المشاهد يتوحد معها حتى وإن لم يكن يمتلك فكرة ولا بسيطة عما تمر به وهذا ما يعد أول تحرف بينها وبين الجمهور بعدها في عام 2015 ظهرت الدنيا في فيلمين لحظات انتحارية لإيمان النجار وحار جاف صيفا فيلم القصير لشياريف لبنداري قدمت فيهما أداء جيدا مما رشحها للظهور في حلقتين من وسلسل ستيفيا وعادت للقاء نيلي الكريم مرة أخرى عام 2016 بدور عينان في سقوط حر ثم في عام 2017 قدمت خديجة في واحد الغروب وهدير في هذا المساء وأمل عشماوي في الجامعة اثنين ثم مرة أخرى وتعاون أخرى لها مع نيليلي في فيلمها بشتري راكل وفي عام 2018 ظهرت دنيا في فيلم ليل خارجي بشخصية دينا وسوق الجمعة وفي العام قدمت زينب في عوالم خفية وفتنة في المسلسل الكوميدي طلعة روحي وفي هذا العام 2020 قدمت سناء في مسلسل بخط اليد في السبق الرمضاني بشهور قليلة مع آخر شاصيتها بنجلاء بمئة وش ما يميز دنيا ماهر وجعلها على مدار السنوات تحظى بإشادة المشاهدين حتى أصبحت حديث الجميع وقدرتها الكبيرة على تسجيد مختلف شخصية فهي تنتقل بخفة من دور إلى آخر من دراما إلى الكوميديا إلى مزيج بينهما فسناء زوجات الأخ التي تسعى لتدمير زواج أخيها انتقام لشيء ما داخلها تختلف عن فتنة الموظفة المتشائمة التي لا ترى شيئا إلا إذا كان مصيبة أو كارثة ولا تشبههما هدير ابنة الخالة التي تساند ثقى وتدعمها بقوة تتعجب وجودها في فتاة وحيدة لا تمتلك من الأهل سوى ابنة خالتها لكنها أيضا لم تستطع منع نفسها من الوقوع في الحب مع الشخص الأخ خطأ ومع كل عمل توجد شخصية جديدة بقناع جديد تكاد لا ترى دنيا من ورائه بطار حكاية مختلفة ببطلة مختلفة تماما لا يجمعهم سوى تفردهم الشديد دنيا إجلال ماهر ممثلة مختلفة تلمس الواقع بيديها وتنزع منه أدواتها لا تشبه أحدا وتنتمي إلى الجميع فينتمي إليه كل من يشاهدها شكرا على حسن المتابعة في المشاهد تيفي قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في لعشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تقوموا بالجميع اشتركوا في القناة